السلام عليكم ورحمة الله نتحدث الآن عن استسقاء الدماغ يوطبط استسقاء الدماغ بحالات الإصابة الشديدة من الشق الشوكي وبالنسبة عليها جدا تصل إلى 90 إلى 95% يبقى استسقاء الدماغ فيه أوتباط قوي جدا بينه وبين الإصابة بالشق الشوكي وقد تصل إلى من 90 إلى 95% الإصابات الخاصة باستسقاء الدماغ اللي سببها مشكلة أو إصابة في الشوك الشوكي يحدث إمتى بقى استسقاء الدماغ إما بينحاصر ويحجز السائل المخ داخل تجويف الدماغ وبشكل عام فإن الصعوبات التي تصاحب إصابة الدماغ تكون على النحو التالي إيه بقى المشكلات؟ بيكون فيه مشكلات طوبوية متعلقة في الفهم والاستعاب يعني عندنا مشكلة بقى في الدماغ جميل؟ عندنا صعوبات في التعاظ والتناسك والبصر والحرقي التناسك والبصر والحرقي فيه مشكلات فيه فيه صعوبات حسية كبعض المشكلات الخاصة المتبطة بالعراقات السامعية والبصرية وغيرها جميل؟ طيب كمان عندنا الأشياء الخاصة كمان عندنا شلال الأطفال أول ما انتحدث عن شلال الأطفال هو العالم الألماني هنيه والمرض ده يعني كان زهور أو معرفته سنة 1840 نعميل؟ وكانت الإصابة كمان منتشرة وشائعة وكتير موجودة كل ده ليه؟ لأن ما كانش فيه تطعيم ما كانش فيه تطعيم في الفترة دي جميل؟ قبل ما يكتشفوا العالم الألماني هنيه ما كانش فيه تطعيم خاص بشلال الأطفال ولكن دلوقتي يعني بنسمع عن تطعيمات شلال الأطفال وغيرها جرعات زه ما احنا شايفين الجرعة الأولى عندما يكون عم الطفل شهرين عندما بعد كده عندما يكون عم الطفل ثلاث شهور وفي جرعة عما يكون عمره الطفل كام أربع شهور جميل؟ ده كل ده الجرعات دي بيأخودها الطفل خلال المراحل الأولى من عمره بعد الميلان طيب الشلال الأطفال دي بقى عبارة عن فيروس يسيب أنسجة الخلايا العصابية الحركية فيروس بيصيب الأنسجة الخاصة بالخلايا العصابية الحركية فين؟ في الجزء الخاص بالنخاء الشوكي اهو عندنا نعمين؟ بيؤدي إلى ضعف الشديد في العضلات تشنجات قوية أحيانا شلال كامل في بعض الأحيان تشوهات في الهيكل العزم يكون فيه تشوهات خاصة بالهيكل العزم كمان وانا قلت ان احنا عندنا فيه تطعيمات بتتاخد ان شاء الله بتقي من شال الاطفال والجرعات دي زي ما انا قلت الثلاث جرعاته الاولى على شهرين التانية على ثلاث شهور والثالثة على اربع ايه اشهر